اشتركوا في القناة طبعا سري كامل هي تركيبة مش طفرة تركيبة بين ثلاثة طفرات البلاك فيس والبلاك بريست ويكون حامل فقط للسكوليت ورنج بريست وده بيطلق عليه سري كامل طيب البلاك فيس طبعا تأثيره في تركيبة طبعا شكل الفيس هنا شكل الفيس جزء ده وده اللي بتسمى الفيس تأثيره طبعا بيكون في لون البط طبعا ده لغاية مص البط موجوش هكتنس سواد بتاعه ممكن يزيد شوية ممكن يزيد لغاية باخرة دي لغاية الجزئية ده بعد المخرج لكن هولا الستاندر بتاع البلاك فيس بيكون لغاية المخرج بتاعه وهسيب لكم الرابط في المكترحات فوق دلوقتي بالنسبة لي طفعة البلاك فيس بيكون برده افرجوا عليها وشوفوا الستاندر بتاع البلاك فيس بيكون عامل ازاي بالنسبة للزكور والمس تمام؟ طيب ايه البلاك بريست هنا اضاف لنا ايه اضاف لنا شكل الخد دي شايفينه ده الخد بيكون اعلى العين تمام؟ واضاف لنا كمان ان شكل دي بدلا ما بيكون عرضي بقى طولي بقى طولي واحيانا بيكون على حرب في بيه على شكل حرب في بيه تمام؟ طيب اضاف لنا ايه تاني؟ اضاف لنا ان هو لما دخل مع البلاك فيس ان كل الجزئية دي من اول البلاك فيس من اول الفيس لغاية 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 الصدر الحلق والصدر والبطل بيكون بالنون الاسود طبعا الدقر ده ازاي بتشاهدين هنا فيه اختلاف شوية مبين اللون هنا في الصدر وبين اللون البطل ده طبيعي وارد ان هو يحصل فاش اي مشكلة خالص دايما البطل بيكون فتحة لسبب ايه هو السبب في الطير ده ان هو لايت باك دايما لايت باك بيفتح بيخلي لون البطل بيكون باللون الابيض من المواصباتها بيكون البطن باللون الابيض مش باللون الكريمي فبالتالي بيكون لون البطن هنا بدرجة فتحة شوية تمام؟ ممكن تلاقي درجة اغمق شوية احيانا بيزهر درجة اغمق شوية تمام؟ ده التأثير البلاك بريست مع البلاك فيس الديانة ازا ما قلنا بشكل الخد والتحام الجزئية دي مع البلاك فيس بتاعة الحلق والصدر كل ده بقى بالشكل واحد او باللون واحد طبعا لو ده التأثير ده جريمي هتلاقي كل اللون ده باللون الاسوب بالنفس الدرجة تقريبا احيانا برضا بيكون افتح شوية لو اسبلت لايت باك او اسبلت سي اف الدرجة دي ساعة بتكون افتح شوية طيب اضاف لنا ايه تاني؟ اضاف لنا طبعا ان خط الدمعة هنا مش هيكون باين هو اصلا في بلاك بريست خط الدمعة كلش موجود لكن طبعا هنا مش واضح لنا انه طبعا فيه فيس فبالتاني حتى لو في خط دمعة بيكون لحم مع الفيس هنا فمش واضح لكن طبعا هو بيكون اضافة ان البلاك بريست بيكون مفيش خط دمعة فيه تمام؟ طيب الاضافة التانية اللي هنا عندنا نقط الوشاح بيكون طولية في نقط الوشاح طبعا هتلاقي فيه البعض دائرية والبعض طولية او بيضوية تمام شايفيني شكل الوشاحة من ازاي؟ طبعا نقاط الوشاح دي مهمة جدا يا جماعة في الطيور مهمة جدا وليها عامل كبير جدا في التحكيم شايفيني شكل الوشاح؟ تمام؟ طيب احنا كده عرفنا ضاف لنا ايه في السيريكم؟ والبلاك بيست ضاف لنا ايه في السيريكم؟ طيب او اعرف ازاي الطيور سبليت اورانج؟ افتح الجناح كده وابدأ ابص على الريش الموجود داخل الجناح هنا لو لاحظنا هنا هنلاقي فيه الورانج خفيف جدا احيانا يكون اقوى من كده بكتير واحيانا يكون اقل زي ما انتم شايفين كده؟ طيب هل في علامة دي اللي ممكن تدل على ان هو في سبليت اورانج؟ اه طبعا في علامة تانية لازم امسك الطير وبص على منطقة الصدر هنا كده؟ شايفين ايه معايا؟ طيب بتات الصدر هنا فيه اه ريش اورانج زي ما انتم شايفين كده؟ اطراف الريش او باللون الاورانج طبعا الفيس برضو فيه بزء اورانج خفيف او بلاحظين نحاول ملكون زي ما لقد زي ما قدر اطراف شكي الفيس عامل ازاي؟ من بين القسوة والأورانج الخفيف او لكن الصدر طبعا واضح وصريح ان هو في سبليت غورها ممكن لكون سوفي ريش اورانج خارج في الصدر وتلاقي ايه فيه الجنح من الداخل او ممكن تلاقي في الفيس الفيس نفسه هنا تلاقي في اورانج واضح ايما تلاقي في شكل ديل هنا تلاقي الديل هنا فيه ريش اورستين باللون الورج او أورنج خفيف قوي. المهم من اي حاجة تبين ان طير في similar وبالغلبية العظمolph يكون في مطقة الصدر هنا في ريش اورنج او في ممكن يكون ريشة واحدة. يعني بالشارط هنا كي ريش كتير طبعا. لكن مشارط هيزهر كل الكم دا. ممكن يزهر اكتر من كده بكتير. وممكن يزهر اقل من كده بكتير. ريشة واحدة في معطقة الصدر هنا. تكفي ان هي في الدل على ان الطير ده حامل لصفة الورانج بريست وكده بقى عندنا طير سريكم او بلاك فيس بلاك بريست اسبلت اورانج بريست وده شكل سريكم طبعا الاشكال لو بتتعدد او بتتغير من طر التاني مين بس منطقة الصدر هنا شكل الصدر هنا بيكون باللون اورانج اقوى شوية وطبعا ممكن يكون امتداد ويكون قوي وبرضه ممكن يكون الاورانج فيه طاغ شوية او ظهر فيه بشكل اقوى لكن في تلك الحالات هو كله اسبلت اورانج بريست او كله سريكم وكله في الاخر هادينا نفس الناتج لو خد نتاية هاف اورانج تمام لكن اه من طير للتاني السنغة بيكون اقوى يعني فيه نفس الطير ده بس صوغيته اقوى فبالتالي هيكون فروغه في المعظم صوغيتها قوية تمام لو معانا نتاية كويسة وصوغيتها برضه محترمة فبالتالي هيكون انتاجهم دايما كويس جدا وصوغيته ممتازة اتمنى ان شاء الله استفاده ايكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا